يعني شنو موضوع الاستقطاعات اللي كنتم خدمتو بها بعد ما داومتو احنا اللي اسفنا انه دائما يكون الاجراء اللي بي تضييق ويعني اللي يمس الجانب المالي واللي هو اصلا قليل مقارنة يعني مختلف الشرائح والزملاء بالقوات الامنية او اي وزارة من الوزارات يكون الاجراء جدا سريع وتطبيقه شبه فوري لكن اذا نرسل كتاب للاستفسار عن مصيرنا ومستقبلنا ووضعنا فماكو اي اجابة مثل ما وضح اخوي وزميلي يعني اذا صارت الفرصة وصارت اكثر من المداخلة رح تشوفين انه جميع المتصلين مثقفين مطلعين مهنيين لانه يعني اغلب هذه الشريحة هم اصحاب شهادات قد يكونوا شهادات عليا فمطلعين على حتى الجانب الادارة والقانونية يعني احنا وصلنا مرحلة انه وصلنا كأنما ادارين وقانونين بقدر ما احنا سفنيين ويعني باعمالنا لكن الوزارة بقت الموضوع مبهم يعني انت سألتيني مثل ما جاوب اخوي وزميلي نسأل يقولون اكو معادلة لحتساب الاستقطاعات فهذه المعادلة تعتمد على عدة عوامل لكن يعني الامر مبهم انه طريقة الاحتساب وهذه الامور والاعتراض ماكو يعني الجهة او الشخص اللي يوضح يعني هو اجا الاستقطاع مبلغ معين شلون صار لمن يوجه السؤال ماكو فد الشخص او جهة او طرف يهتم باضاحة تفاصيل لهاي الموظفين طبعا هذا اكيد يخلق استياء يخلق الصخط الوزارة تستغرب قد انه يعني هذه المظاهرات او هذا الاستياء لكن ما اجا عن فراغ اكيد هذا تهميش تجاهل احنا هذه الفترة كلها نتأمل شلنا انه تحدد المدة الاصغرية قد يكون مثلا صار اكو تغيير البكالوريوس شان سنة نفترض الوزارة ارتأت تكون سنتيا اذا الوزارة تطلع بشكل واضح وصريح وشجاع وتوضح الضوابط مو انا اروح على بند او احكام او فقرات ما تخص وزارة النفط احنا جاي نحكة عن شي يخص وزارة النفط احكام المادة 45 من قانون ادارة المالية اما اذا انا مرة اشمرها على احكام المادة 13 انه لازم نشوف البيانات الختامية ما للسنة السابقة ونعتمدها السنة بعد تصويت النواب هذا اللي جاوب نبي الامين العام لمجلس الوزراء هذا ما الى صلب موضوعنا هذا يعني من ابعد النقاط حل الموضوع بينما اكون نقاط وامور قريبة لحل الموضوع